اشتركوا في القناة وعمر ابنه هيشتغل في العقارات وداخل بقى شراكات في كومبوندات كبيرة وحاجات كده من اخر والله شكلهم لما راحوا الصيد لقيوا مجبرة ملك ولا حاكم فرعوني وهي اللي نقلته من نقلة دي طب اسمع بقى احنا عاوزين حد يعرف لنا الموضوع ده بس لو طلع الحكاية فيها اثار انا بقى ساعتها هقولهم ان عايز نصيبي نصيبك في الا مؤغزة اكيدهم يعني لو لقيوا حاجة هتبقى بتاعتهم وبعدين يا سامح انت بالنسبة لهم موقفك سيء جدا يا راجل ده انت مع اول وقعة طلقت بنتهم ورامت بنتك اللي من لحمك ودمك بدم بارد وهترجع لهم وتقول لهم دلوقتي انك عاوز ودهم تاني بصراحة انت كده تبقى بجح بجح يعني تصدق البتة ايلن وحشتني قوي وبعدين دي كارت حلوة وممتاز وامها اللي اتطلقت دي عادي رجعها هي جات في جمل المهم زي ما بقولك انت تروح وتجيب لي قرار الموضوع ده وتعرف لي بقى هم عملوا اللي عملوا ده ازاي اما بقى عند فاطمة فهي كانت قادة في المحل بتاعها وجات عليها جارتها ساميرا وقالت لها والله وبدتلي في الجفص يا بيت ابو سعيد بجع عندك دكانة ودار من بابها يا حلوة يا ولاد خبره عاد يا ساميرا هتجر علي يا ولا ايه الناس طلعوا لد حلال وردوني بالدار دي والدكان عشان ما اشتغلش نوبة تانية في البيوت ولد اصول بصحيح انت بردك يا فاطمة تستهلي كل خير عمرك ما عملت شيء عيفش واصل عشان اجده ربنا عواضك المهم هقفتك بعافية اني وراي مصالح كتيرة يا اختي تريدي من شيء تسلمي وتعيشي يا رب اما بقى في البيت عندي سيلة فكان صلاح بيقول ريهام لو رايدة يا بيتي تجعودي ويابوك اليوم من دول جبل ما نعوده مفيش مانع والله يا عمنا كنت رايدة عملك ده بس محرجة وتتحرج لي يا حبيبتي كده كده جوزك مش موجود وبيزبط كل حاجة في مصر واحنا قدامنا يومين بالضبط ونرجع روحي وعودي هناك مع باباك واختك علشان يعني تشبعي منهم ويشبعوا منك ايوا يا ريهام علشان يعني ما يقولوش ان احنا خدناك منهم حاضر يا حبيبتي وعند اسماعيل كان قاد وبيتغدى هو ونامة ساعتها قالت له بابتسامة اني حامل يا اسماعيل هتتحدثي جد وعرفتي كيف اني جبت النهارده الاختبار اللي هيقولو عليه دهم الصيدلية وعملته ولما ورته للدكتورة الصيدلينية انجلتلي اني حامل تمام يبقى منهنه وطالع مرايتش تشيل النسمة من على الارض عاد مفهوم طب وشغل الدر يا اسماعيل مين هيعمله شياع الخيطك تعمل كل يوم شيء وانا هبجدها فلوس زينة اهم حاجة ما تتعبش نفسك واصل انت طيب جوي يا اسماعيل اني هحبك يا نعمة وصدقيني مرايتش منيك غير انك تحبيني كيف ما احبك تمام والعيل اللي جاي ده ربنا بعته عشان يجربنا من بعض وانسدلت السطارة على قصة حب جميلة جديدة ابتدت تنبت اول بزرة فيها من ناحية نعمة ونروح بقى عند سيلة اللي كانت قعدة في قدتها وحزينة قوي ومرة واحدة الباب فتح ودخلت ريهام وقالت بمشاكسة الجميل بتاعنا جاعد لحاله ليه ممكن اجعد وياكي طبعا اتفضل يا ريهام دخلت فعلا ريهام وقعدت وساعتها قالت بدون مقدمات بيحبك وهي عشاجك عشج ومحدش هيحبك كد واصل وانا مش بحبه بس ده هو كل حاجة في حياتي وحشني حضنه قوي يا ريهام وحشتني ريحته كل حاجة فيه انت ما تعرفيش انا بحبه ازاي عارفة انا بفضل اقوله عوزة طلق انا عوزة طلق لكن ده لو حصل انا هموت بس انت عارفة ماينفعش ارجع له بعد اللي عمله عنديك حاج خصوصي يعني انه هو غلل كتير بس بردك هو كان عندي عزره المهم انت حاول تفكر في الموضوع بشكل تاني يعني ايه اللي هيحصل لو دي تلو فرصة تانية ببساطة كده لا لا احنا هنعوده على مصر وهو بجا لما يحس انه بجا لحاله اكيد هيتعلم انه ما اعملش وياكك ده مرة تانية ده اخوي وانا عارفه زين بعضك عني سداجيني هيخلي اعرف جنتك زين متشكرة قوي يا ريهام متشكرة قوي يا حبيبتي بجد مش عارفة اقولك ايه انت اكتر من اختي وعند بيت الحج براهيم ابو جبل كان قاد هو وبنته وزين وبيقول بخنقه يا بيت الله يرضى عنيك ده ضابط وليه مركزه ليه الرفض عاد ما خبراش يا بوي ما شايفهش انه هيبقى جوزي في يوم من الايام ما مرتحاش والله يا بوي يعني هو ولا هيسم اللي كان كيف البنتة ولا انت باجه في راسك حد وانا معرفش ايه اللي هتقوله ده يا بوي ما يصحش تقولك ده على خيتي ده بيت ابراهيم ابو جبل يعني الاخلاك كلتها تبقى عنديها طب رايدنا نقول ايه للراجل اللي تجد مكتر من ثلاث مرات وخيتك رافضة نقوله كل شيء جسمه ونصيب ولسه ابراهيم هيرد اتفاجئ باللي بتقول واضحك ده ان رانجالها عريس مش كده بردك تعالي يا ريهام يا بيت تعجلي خيتك جيلها ظابطه مأمور الجسم كلاته وهي ما راضياش بيه جل ايه ما مرتحاش ليه كده يا رانا ده يبقى ليه مستقبل كبير هو كده انا مريداش اتجوزه ما حسهوش يا عالم والله هتخصبوني اياك لا يا بتي الجواز ما فيوش غصب انا هبلغ الجدع النهاردة بان كل شيء جسمه ونصيب ولو انه كان رجل محترم وطلع من عيني لكن يلا الجدر حكم اما بقى عند عمر فكان بيتكلم في التليفون مع عشام صاحبه وبيقوله يا ابني ما انا قلتلك انا فتحت شركة هنا خاصة بيا تعالوا ونعمل شغل مع بعض وانطبق بقى اللي كنا بنعمله للناس لينا واحنا لنا استفيد والله الحاجات اللي انت بعتها لي النهاردة وموقع الشركة يخلينا بقى متحمس قوي طب انا هحول لك على حسابك النهاردة كل المبلغ اللي معايا وكمان هصفي شغل هنا وهنزل بقى ونبقى مع بعض على رأيك كفاية غربة لحد كده تمام يا عشام وكده كده الجماعة في السايد كلها يومين ويرجعوا هنا الفيلة توضبت وكمان كل حاجة بقى التمام على استقبالهم وفي قوضة رانا كانت دخل ريهام وليقيته اختها قادم دايق قوي قربت منها ريهام وقالت لها بحب احنا عمرنا ما كنا جريبين من بعض جبلك ده يا خايزي لكن انا هحبك انت توقام يا رانا وراي دفهم ما جبلاش الظابط ليه ده زين جوي ما خبراش يا ريهام انا ما احبوش واصل مش متجبلاه ما شايفهوش هيبقى جوزي فيما بعد لا هيبقى اجده الموضوع لازم ما يتمش واصل خلاص يا بتبوي انسيه الموضوع ده تمام يا ريهام بس انا كنت ريدة منك اننا نروح عن دمك هي نفسها توعالك وانت جدامك يامين وتسفري ما ينفعش تسفري وهي ما اطلعتش الوشك حاضر يا رانا حاضر يا خيتي هبابك ده ونروح لها سوا ونتطمنوا عليها وفعلا البنات بعد حوالي ساعتين استأذنوا من الحج ابراهيم وراحوا عن دمهم واول ما بدرة شافت ريهام قالت بلوية بوز اهلا اهلا بمرة رجل الاعمال الكبير اللي تفتحت له تقتل جادر ملوش عازة ياما الحديد ده ريهام جايالك دلوك عشان تسلم عليك لانها هترجع على مصر هو ماله ماهو لازم ان يحصلك ده ماهو جوزها اكيد باجه هيشتغل في الاعمال الكبيرة عموما ياما اني كنت جاي اطمن عليك واضح انك زينة فتك بعافيانة خرجت ريهام وهي مداية قوي من تصرفات امها وساعتها رانا قيلت ليه بستك ده ياما جايالك من بعيد جوي خايتك ادلالها ثلاث ايام هنه في البلد لسه فاكرت جلومي ياما ما انت اللي املت معاها حاجات عفشة جوي ماكنتش ريدا انها تتجاوز من عمر مع انك خابرة زيني انها ريدا ومش بستك ده ما سألتش عليها ولا قلتلها الف مبروك على حبلها هجول لك ايه يا رانا اللي هيجي لهنه يبجي جاي وهو رضي ومبسوط لكن خايتك جاي يا بر وعاتب طب يما انا هملك دلوك وهروح عشان ما هملهاش لوحدها وهعود لك تاني وفعلا بيعدي اليومين وبيرجعوا عيلة صلاح كلها على القاهرة وبيبدأوا بقى شغلهم وبعد حوالي شهرين كانت سيلة في النازي هي وقيلن وريهام واتفاجأوا بشخص غريب جاي وبيقول بمكر هقيلن حبيبة بابا وحشتني قوي يا روحي سيلة بصدمة سامح انت عرفت ما كنا منين ساعتها قيلن فضلت طعاية قوي لان سامح بالنسبة لها شخص غريب هو لما سبهم كانت صغيرة جدا ودلوقتي هي عندها حوالي سنة ونص وما تعرفهوش قربت منها ريهام واخدتها في حضنها وقالت لها اهدي اهدي حبيبتي من ديه يا سيلة الله هي الحلويات دي انتوا جايبينها معاكم من الصعيد احترم نفسك يا سامح ويلا مشي من هنا مش مكافيك اللي انت عملته قبل كده هو انا كنت عملت ايه بس الحق علي ان انا ما كنتش عاوز عايشك في مستوى اقل من مستواك عشان كده مشيت بس رجعت اهو وبمديلك ايدي وبقولك يلا نرجع لبعض وبنتنا تتربى في وسطنا اتخبلت اياك ترجع لمين هو انت فاكرها سايبة ولا ايه هو اللي فاكر سيلة هتفضل مستنظرك لحد دلوقت مفيش ده الكلام ده يا ريهام واذا كان على بنتك يا سامح فانت ملكش عيال عندي واكتر حاجة هتساعدني في كده ان البنت ما تعرفكش اصلا انا مش فاهم حاجة وايه انت مش مستنياني لحد دلوقتي انا عاوز افهم بقى كل حاجة يستحسن انك ما تفهمش اي حاجة خليك كده يلا يا ريهام وانت يا ايلن خلونا نرجع على البيت ماشي يا سيلة بس احنا لينا كلام تاني يا حبيبتي خصوصا يعني ان انت عارفة اني ما بحبش موضوع النقاب ده ومع ذلك برضو البستي حبك بورس انا رايض اعرف فين امن المخروبة اللي احنا فيها ده كيف يفوته اي حدك ده احنا في نادي محترم ولا في الشارع عاد وطبعا على الصوت العالي ده جه الامن وساعتها سيلة قالت خلاص مفيش حاجة حصلت هو الاستس كان بيضايقنا ومش هيعمل كده تاني يلا يا ريهام يلا خلينا نرجع على البيت بقى وطبعا الامن بدوره حبي يشوف العضوية بتاعت سامح وطبعا هو معهوش لان النادي ده نادي كبير والعضوية بتاعته بمبلغ كبير جدا واكيد واحد بظروف سامح ما يقدرش على كده فتردوه برا واول لما خرج من النادي اتفاجئ برامز بيتصل بيه وبيقول له انت فين يا سامح انا عوزك ضروري فيه ايه يا رامز انت كمان هو انا نقصك لا يا حبيبي اذا كان على اللي فيه ففيه كتير قوي بقولك ايه احنا لازم نتقابل في اسرع وقت عندي كلام كتير قوي لازم اقوله لك فهم اللي احنا بعتنا يعرف كل حاجة عن سيلة وابوها انجالي بالخبر اليقين اللي مفيش حد هيقولك عليه خلينا نتقابل بسرعة اقولك على كل حاجة انا مستنيك عندي في البيت وفعلا راح سامح عن درامز وتفاجئ بيه بيقوله على موضوع ان هم لقيوا بترول في الارض وان الشركة قدرت الارض بمبلغ كبير قوي مئات الملايين وهم بقى رجعين بكوتهم وقتها سامح عيل ينهرى بيض وانا اللي كنت انفكر الحكاية اثار اتريها اكتر من كده بكتير لا بعد انا مش هسبهم ده انا قتلهم بقولك ايه خلي بالك صلاح سعيد بتاع الزمان مش زي صلاح سعيد بتاع دلوقتي ده راجل دلوقتي بيتكلم في السوق في مئات الملايين خلي بالك وانت بتتعامل معاه وفي مطار الكاهرة كان واقف عمر وهو منتظر هشام صاحبه واول لما وصل رحب بيه عمر قوي واخدوا على البيت وفي الوقت ده عند ريهام كانت وصلت رانا هي كمان لان الزين كان من وقت للتاني بيعمل اي حاجة عشان يجي يشوف ريهام وفي الوقت ده كان جاي علشان يشوف سيلة اصد يشوف ريهام دخلوا وقعدوا كلهم على الصفرة وساعتها هشام ما شال شاني من على رانا ووقتها امل قاليقلب ومشاكسه من امتى ياعم هشام وانت بتحب الستيك في حاجة يطنط ولا ايه انا مش بحب الستيك خالص اصلك ما شلتش يعنيك من على الستيك ابدا مع انك سبحان الله ما بتحبوش ما بحبوش ازاي بس هو الامر ده ما يتحبش ووقتها رانا فضلت تقوحة قوي واستأذنت ودخلت من كتر الاحراج ووقتها زين قال بحدة هتجوليه انت هو ايه اللي كافي الجمر الستيك يا استاذ زين الستيك اماله يا الانسة رانا قامت ليه من على الاكل خليك في حالك يا جدعي انت ما لكنت بخيتي وقتها كان قاعد جنب هشام امل وقالت له بصوت واطي يا ابن انت صديحة اخوها قاعد قدامك وانت عملت جصة على اخته دون صعيدة هي عجبك البيت يا واد اوي اوي يا طنت بقولك ايه هي مش دي برضو اختمرات عمر طب ما تشوفيلي الموضوع ده يا امولة مع اني يعني ما بحبش اخوها ده لكن حاضر ان كان لك عندي زين حاجة انا يخلي عمر يتكلم معاه ولا اقولك على حاجة ما تتكلم انت معاه على طول وتجيبها له سكة ودغري كده اما في المطبخ فكانت وقفة رانا وهي مش على بعضها خالص قربت منها سيلة وقالت لها ايه يا رانا في ايه يا حبيبتي ويتكوني تديقتي من هشام هو اصله بيحب يهزر لا ما تديقتش طب اني هروح على الاوضة لاني ماينفاش اجعد ويا رجالة براحتك يا حبيبتي البيت بيتك وفضلت سيلة وقفة في المطبخ لكن اتفاجئت باللي جاي وراها وبيقول لها بحب اتوحشت الجوي يا حبيبتي انت دخلت هنا ازاي بقول لك اتوحشتك عموما ما حدش واخد باله مني عاد ما انشي الاوان بجا يا حبيبتي الجلب اوان ايه بس يا زين وقتها زين قرب منها اوي واخدها في حضنه وقال لعب همس مهلك اوان اننا نكون مع بعض اوان انك تبجي ويايا اوان اننا ما نفرجوش بعض واصل انا هعشاجك ولو في حاجة اكتر من العشج انا هحسها وياكي وانا كمان بحبك اوي يا زين ما عرفش احب حد غيرك انت روح يا زين اللي راحت مني في بعدك عني وقتها زين شدد اوي من ضمه ليها لكن فجأة دخل عليهم هدم اللذات قصدي عمر هو قال وهو بيحطي ايده على قلبه بطريقة كومدية قلبي ينهر ابيض ايه ده اختي وخمرتي في المطبخ طب اختشوا على دمكم الحلل كلهم لسه ما دخلوش دونيا ساعتها سيلة ارتبكت اوي وزقت زين وطلعت تجري وقتها زين مسك في رقبت عمر وقال اكتلك دلوك وحلي في اني ما وعتلكش يا عم تنايل الحق علي اني كنت خايف عليك حد غير يقفشكم بس واضح كده اني حبيبت القلب هتحن مهن جهت حضرتك خلتها تهملني منك لله يا عمر واضح كده اني احنا هنفرح بك قريب اما بقى عند هشام فهو كان قاد وعمال يبص بعنيه على رنا وساعتها قرب عمر منه وقال هو في ايه هما اليومين دول عيد الحب وانا معرفش ما لك يا عم هشام انت كمان رانا اللي كانت هنا دي يا اخي خطفت قلبي من اول معيني وقعت عليها بقولك ايه انا خلاص كررت ان اتجوزها اه ما نواخد بالي بس تسمع لما اقولك دول نص عيدة يعني ما عندهمش الحاجات الغريبة اللي انت تعرفها يعني ما فيش حاجة اسمعها انك تخرج معها قبل كتب الكتاب ولا انك يعني تاخد راحتك معها وده الكلام ده يا عم انت فكرني تلميز انا عاوز اتكلم مع اخوها ولو وافق ان البيت بتاعي جهز من كل حاجة ممكن نتجوز على طول طب تمام تعال معايا ونتكلم مع زين راحوا فعلا نتكلموا مع زين وهو قالهم انه لازم يسأل رانا راح لها قضيتها ولما سألها قالت له بهدوء انا ما عنديش مانع لكن موضوع اننا نتجوز على طول ماينفعش لازم ان نعرفه بعضينا زين يعني نعمله اخطوبة دي الوقت يطلب يدي من ابوي وبعدها على اجل نجوة ست شهور نعرفه فيها بعضينا وما يكونش فيهم كتب كتاب تمام يا حبيبتي هو فعلا بلغ زين هشام بالكلام ده وهو اخذ امه وعمه وتقدمه لرانا من ابوها وهو وافق وطبعا لان المسافة بعيدة وام هشام ست تعبانة وكبيرة فكانوا عاملين قاعدة ظريفة كده وبعدها قاعدت رانا هي وهشام اللي قال لها بحب مبروك يا اللي خطفتي قلبي بزيادات حديثك ده يا هشام جولي انا ريد اسألك سؤال انت ليه ما تجوزتش لحد دلوقت مع ان ظروفك زينة جوي انا كنت متجوز فعلا بس بعد كتب الكتاب على طول بحوالي اسبوعين من اللي كانت مراتي عملت حادثة كبيرة قوي وماتت فيها وما كناش لسه تجوزنا هو ده اللي خلاني استنى شوية لحد ما فكر في موضوع الارتباط تاني بس اول ما شفتك نسيت كل حاجة وتهت في عيونك يا امر علشان كده عايز انا كمي نطلب منك طلب ياريتني عجل بكتب الكتاب انا نفس اخدك في حضني هو بقى برحتي معاك لو فضلت تقول لي حديثك ده انا ما هجعد شويك تاني واصل قلتلك ست شهور حاضر حاضر ما هو من طلب العلا سعر الليالي وطلب رنة واستحمل كل حاجة وفضلوا قاعدين مع بعض شوية وطبعا كانت رنة طول الوقت خجلانة قوي وبعد لما اخدوا قاعدتهم رجعوا على القاهرة تاني وفضلت رنة هي وزين وابوها في البيت لكن على حوالي الساعة 11 بالليل اتفاجأوا ببادرة دخلة وهي عملت زعق وتقول كيف يعني بيتي تتشبك وانا معرفش عاد وكمان حد تبع عمر جزوختها هو انت ايه يا ابراهيم هتبعد البنتك كلها عن نينا الموضوع جه بسرعة واحنا كنا هنخبرك طبعا عموما لسه كتير على الفرح واكيد وقتها هتكوني موجودة اتوحشتك يا ابراهيم اتحشمي يا بادرة ولدك واجف وجلتلك اللي في راسك عمره ما هيحصل ابدا ولا دلوك ولا بعدين ما تتقيبش حالك ومش يتبضر من البيت وهي مددايقة جدا لكن المرات دي بقى اتأكدت ان مع ما حصل ابراهيم عمره ما هيرجع لها اما بقى عندي سامح فهو قرار يعرف بيت سيلا فين وفعلا عارف مكان الفيلا الكبيرة بتاعتهم وطبع عندي فيلا في كومباوند يعني ما ينفعش اي حد غريب يدخل لكومباوند ده فضل واقف عند الامن لحد ما بلغوا سيلا ان فيه واحد اسمه سامح عاوزها خرجت له سيلا وكان معاها عمر اخوها واول لما شاف سامح اتكلم بغضب وقال عاوز ايه يا سامح جاي ليه جرى ايه يا عمر هي دين وقابلة برضو بعد المدة الطويلة دي وبعدين هو انا مش ليه عندكم بنت عاوز اشوفها بقى قولك يا سامح ما تجيب كده من الاخر وتقولي انت عاوز ايه اصل موضوع بنتك وان انت عاوز تشوفها دي مش دخل دماغي تمام انا عاوز ارجع لسيلا يا عمر ونرجع كمان نشتغل تاني مع بعض انت عارف ان انا عقلية كبيرة واكيد هافتكم في شغلكم الجديد اولا موضوع ان انت ترجع لسيلا فسيلا متجوزة على فكرة ومتجوزة رجل اعمال كبير اوي اما موضوع عقليتك فاحنا مش هنشتغل في الاستراد والتصدير تاني احنا كل شغلنا بقى في العقارات يعني انت ملكش لازمة ونصيحة مني ملكش ده وبختي تاني احسن لك واسلام لك اه طب مبروك يا سيلا مش تقوليلي انا افرح لك برضو لكن دلوقتي في حاجة مهمة انا ليه بنت عندك وبصراحة بقى انا عاوز بنتي انا متجوزتش وانت تجوزتي فبنتي من حقي انت تجننت انت جاي بعد سنة ونص وتقول بنتي ملكش حاجة عندي واغبط راسك في الحيطة لا انا مش هاغبط راسي في الحيطة انا هارفع عليك قضية وهطلب بضم البنت الا اذا الا اذا ايه بصراحة بقى ان الدنيا جاي علي على الاخر واشفر ومحتاج كم مليون جنيه كده ابدأ بيهم شغل فانعايز منكم تلاتين مليون جنيه انت تجننت وتاخد مننا المبلغ دا ليه بقى ان شاء الله والله اللي عرفتم من السوق ان انتم بقى معاكم فلوس كتير قوي 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 كمان انا مستعد اخد المبلغ ده وامضلكم على ورقة اني مليش بنات عندكم كمان بقولك ايه انت تمشي من هنا ومش هديلك ولا مليم ومش هداخد البنت كمان اهدي يا سيلة وانت يا سامح سيبنا نفكر في الموضوع ونرد عليك وماله انا مستني قراركم ورجوها للفيلة تاني سيلة وعمر وكانت سيلة حزينة جدا هي مش متصورة ان حد ممكن ياخد بنتها منها وطبعا حكوا الكلام ده قدام ريهام وساعتها ريهام قالت انا ما خبراش انت كيف كنت متجوزة شخص بالطريقة دي ده نصيب يا ريهام عموما احنا لازم نتصرف جوزك لازم يعرف يا سيلة وهو اكتر واحد هيعرف يتصرف الموضوع ده لا 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 بلاش زين يعرف حاجة زي كده على فكرة يا سيلة ريهام بتتكلم صح زين اكتر واحد هيعرف يتعامل مع سامح انا مش هسيبك بس انا برضو من رأيي ان احنا نشتغل تيم واحد وفعلا اتصلت سيلة بزين وحكيت له على كل حاجة وهو كان في خلال خمس ساعات كان جاي لها على القاهرة واتفقوا على خطة كده يعملوها اتصلوا بسامح وقالوله ان هم عاوزين يقبلوا برا وفعلا راح له زين علشان يقبله وكانوا اخذ له شنطة فيها حوالي خمسة مليون جنيه قبله زين واول لما سامح شافه قال له باستغراب انت مين بقى ان شاء الله بقول لك ايه مفيش داعي للحديث الكثير انا جوز سيلة ورايدين الجصة دي تنتهي انت هتمضي في اللول انك ملكش حاجة في المطالبة بحضانة ايلن عشرة ايه طب نقسم البلد مصين انا ما هفصلش وياكش داعي انت انا ما فضيش ليك امضي على الورجة والشنطة دي فيها خمسة مليون جنيه ولما نوسج الورجة تاخد بجية المبلغ وإلا بقى ما تاخدش شيء واصل لا 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 وعلا ايه هات الورقة مضيها وهات الخمسة مليون جنيه انا وصق فيكم وفعلا اخذ زين الورقة منه واللي كان فيها ثنازل كامل عن حضانة ايلن واداله الخمسة مليون جنيه واول لما سامح روح على البيت اتفاجئ بالبوليس عنده في البيت وبياخده على الاسم وقتها سامح قال بحزن والله العظيم الفلوس دي بتاعتي انا اخدتها من طلقتي عشان اتنازل عن حضانة البنت ما هم جماعة مبسوطين قوي ساعتها كانت سيلة موجودة وقالت انا مديتلوش حاجة يا حضرة الزابط ما هي مديتنش حاجة دي بعتتلي جزهة بقولك ايه بطل لف ودوران انت طبعا عارف العدد بتاع الفلوس اللي في الشنطة لانك عدتهم لكن الشنطة كان فيها اسورة الماظ تمنها الوحده اكتر من المبلغ اللي في الشنطة يعني دي سرقة والمحضر هيمشي سرقة ايه انا ما سرقتش فلوس وانا معرفش حاجة عن الاسورة دي انت متقدم فيك بلاغ من زين ابراهيم ابو جبل بإنك سرقت الشنطة دي منه الشنطة دي بتاعته فيها فلوس والاسورة الالماث دي بتاعته هي كمان وهو بلغ عنك وعن الشنطة واحنا جبناك يا ولادل يلا يلا خدوا على الحبس واخدوا سامحة للحبس ورجعوا الفلوس للزين ودي كانت الخطة اللي هم متفقين عليها عشان ندي سامح درس عمره ما ينساه بتمر الايام وبيعدي حوالي ثلاث شهور وسامح كل فترة يتجدد له الحبس لحد ما راح له زين في يوم وقال له عاش بك اجده جعدتك هناك في السجن انتو خدعتوني غشتوني مفيش رجل يسوي مرة على بيتها المهم انا مستعدة طلعك من هناك لكن بشرط واحد ملكش صالح ولا بسيلة ولا بايلن يا سلام وانا استفدت ايه بقى ان شاء الله دي بنتي يا علم وانا عاوزها برضك هتطمع يا ولد الفرطوس تمام انا هسيب لك مبلغ زين جوي تقدر تبدأ به مشروع صغير لكن لو لمحت خلجتك في اي مطرح انا ولا مرتي مش هيحصل لك زين واصل تمام منت اصل خلاص فلوسكم مقودكم انا ما عنديش اي خيارات تانية وفعلا اتنازل زين عن المحضر كله وخرج سامح وساعتها زين اداله مبلغ حوالي مليون ونص وهو قرر انه لازم يبقى دان العيلة دي خالص ولما سيلة عرفت كده قالت لزين بحب متشكرة متشكرة قوي يا زين انا مش عارف اشكرك ازاي نرجعه لبعض ونعمل فرحنا مع رانا وحشام جلت ايه قلت موافقة وفعلا بعد حوالي شهر كمان كان متجاهز لفرح كبير قوي فاحسن ما كان في الصعيد وهو فرح زين به ابراهيم ابو جبل على سيلة وكمان هشام على رانا وساعة الرأسة كان هشام مقرب قوي من رانا وبيقول لها يعني كان لازم نقعد كل ده علشان نبقى مع بعض ما كنا كتبنا الكتاب من شهر ولا حاجة انا بحبك قوي يا رانا اتحشم يا ولد البندر لا 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 مفيش اتحشم دي خالص انا قتيلك النهاردة اما بقى عند زين فهو ما كانش بيعمل حاجة غير ان هو بيبص لسيلة وبس ساعتها قالت له ما خلاص بقى يا زين الناس واخد بالها ما يهمنيش من مخلوق واصل انا حاسس ان جلبها يجف خلاص باجتي في يدي خلاص يا حبيبي بقيت في ايدك ومش هبعد عنك تاني خالص ربنا يخليك ليه يا زين وما يحرمنيش منك ابدا يا اجمل حاجة حصلتلي في حياتي وقتها زين ضمها قوي ليه وتجوزوا من اليوم ده عاشوا احسن حياة كل واحد عمل حاجة وحشة اخد نصيبه فيها واللي حبه مطلش ربنا رضى خطره في الاخر خلصت حكايتنا اللي بجده تمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم ونكون عرفنا منها يعني ايه الحب والخير والجمال الحب اللي بيه كل حاجة بتبقى جميلة والخير اللي بسبب وبنعيش في السلام والجمال اللي بيحلي كل حاجة في عينينا لازم يا جماعة نحب بعض ونشوف الجمال في عيون بعض ونتمنى الخير لنا وللناس لان هو دا اللي هيخلينا نعيش انسانيتنا زي ما ربنا عمرنا بيها ويحب يشوفنا عليها هاشوفكم في حكاية جديدة دمتم في امان الله